وعليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وليه الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد أما بعد وحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب تفضل يا عبد العزيز السلام عليكم عليكم السلام يا عبد العزيز سيخ النفسي تشتهي بعض المعاصي ولكن يوم أذكر الله عز وجل يعني ما أعملها فهل هذا الشيء يعني وأترده من القلبي يعني فهل هذا الشيء صحيح يعني يعني أتوب من هذا الشيء ولا شو تنصحيح إن شاء الله أبشر يا عبد العزيز وفي شيء ثاني الشيخ أنا خاص منه يعني شنو أن أخاف على نفسي أن الله يعني أدعي يدوم الله أن ما يحول بيني وبين قلبي والشيء هاجس يعني بالنسبة لي يعني في بعض العيون إن شاء الله عبد العزيز ونسبة الوقت يعني أني أخاف منه وأدعي الله كثير يعني وكل مرة يا الله أني ما أكون من الذي يتبعون هوهم وأدعي وائد وأخاف وائد ويعني وائدة أتمع لهذه شيء فهلا الشيء يعني أذكر وسواس ولا يعني شيء طبيعي إن شاء الله أبشر يا عبد العزيز وإن شاء الله يزاك الخير مرحبا مرحبا فضل أبو محمد السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله شيخ على هذا البرنامج ونفع الله بكم الأمة سؤالي فضيلتي الشيخ هو أن الوالدة والحمد لله كانت من محافظين وما زالت على قيام الليل وصيام الاثنين والخميس من كل شهر وأيام الوتر وشاء الله سبحان الله إن مرضت ولزمت الفراش والأطباء منعها بالأيام الماضية من الصيام وأيضا الحمد لله المرض ألزمها الفراش بحيث أن لا تستطيع الذهاب حتى إلى الوضوء أو الوقوف لأداء الصلاة وداء الفرائض والحمد لله تسأل هل هذا شيء قد يكون عقاب أو سبب ذنب منعني من هذا الشيء أو ما توجيهكم حفظكم الله لهذهك يعني ظروف هي حزينة جدا لأنا لم تستطيع قيام الليل ولا أداء الصلوات كما تعهدت في كل رمضان هي حزينة يعني ويريت من فضيلتكم توجيه وشو جزاء الأجر للمرضى في هيك حالة أبو محمد أبو محمد أبو محمد نعم نادر غليل أروح المسجد صراحة قل أصلي في البيت وكل جالس ما أقدر صراحة إن شاء الله شفاك الله أبو محمد مرحب مرحب طيب بسم الله الأخ عبد العزيز من أبو ضبي بارك الله فيه يقول نفسي تشتهي بعض المعاصي فيعني أتذكر الله عز وجل ما أقدم على هذه المعاصية يقول يعني هل هذا الشيء يكون صحيح حينما أبتعد عن المعاصية عبد العزيز بارك الله فيك أولا بالنسبة للشهوة مركبة في النفس البشرية ما من إنسان إلا وقد ركب الله فيه الشهوة هذه والشهوة هذه إما أن يصرفها الإنسان في مباح وحلال ومشروع وإما أن يصرفها في محرم وممنوع فمن صرف شهوته في حلال كأن يتزوج مثلا فقد عبد الله عز وجل لماذا؟ لأن هذه طاعة لله عز وجل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله الصحابة أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر قال أرأيتم إذا وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك كذلك إذا وضعها في الحلال فله الأجر ولأجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ينادي الشباب ويقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أما إذا صرفها في حرام فهذا محرم العياذ بالله والإنسان الذي تحدثه نفسه بالإقدام على الأمر المحرم ثم يمتنع خوفا من الله عز وجل هذا له أجر وله ثواب عظيم ولذلك قال جل وعلا ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن خاف مقام ربه جنتان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة فالإنسان الذي يهم بالسيئة تحدثه نفسه لإقدام على معصية ثم يمتنع خوفا من الله عز وجل تكتب له حسنة كاملة الله أكبر وهو ما فعل شيء هو فقط امتنع عن السيئات فيا عبد العزيز بارك الله فيك أبشر بخير ما دام أن مراقبة الله عز وجل في قلبك وفي صدرك ودائما تذكر ربك جل وعلا فأبشر بخير لكن أهم شيء أنك تبتعد عن وسائل الوسائل التي تقود إلى هذه الشهوات هذه يعني ما فيه محرم إلا وله الطريق ووسيلة قال جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجه قال جل وعلا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن قال جل وعلا ولا تقربوا الزنا لاحظ لأنه في خطوات في وسائل فتحرص على أنك تبتعد عن الوسائل والذرائع والطرق هذه وإذا كنت غير متزوج بادر إلى الزواج فإن الزواج عصمة عصمة بارك الله فيك عبد العزيز يقول أنا دائما عندي هاجس الخوف يعني دائما أخاف أن الله يحول بيني وبين قلبي دائما أدعو الله بأن يعني لا يختم على قلبي وشيء من هذا القبيل أو لا أكون من من يتبع الأهواء وشيء من هذا القبيل يعني هل هذا الخوف يعني صحيح عبد العزيز بارك الله فيك أولا بالنسبة للخوف عبادة من العبادات قال جل وعلا فلا تخافوهم وخافوني ولذلك الخوف يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل بالخوف منه سبحانه وتعالى والخوف من غضبه والخوف من ناره والخوف من عقابه سبحانه وتعالى ولذلك المؤمن دائما يخاف ويرجو يعيش بين الرجاء وبين الخوف ولكن إذا الخوف زاد عن حده الطبيعي انقلب إلى وسواس وانقلب إلى أمر يضر الإنسان يضر الإنسان النبي صلى الله عليه وآله سيد الخائفين وسيد الراجين صلى الله عليه وسلم لكن كان يمارس حياتها الطبيعية صلى الله عليه وسلم بكل بساطة صلوات ربي وسلامه عليه فهو يرجو الله ويخاف منه سبحانه وتعالى وهذا شأن الأنبياء كذلك الصحابة الكرام كانوا يخافون من الله ومع ذلك ما قعد بهم الخوف من الله عز وجل عن العمل والاكتساب والاحتراف وعن التجارة وعن أشياء كثيرة في حياته فلذلك يا أخوي عبد العيس بارك الله فيك لا بد أن تعلم بأن المسلم يعيش ما بين خوف ورجاء فإذا غلب أحدهما على الآخر انحرف فمن غلب الخوف على الرجاء أصبح منحرفا سالكا مسلك الوعيدية ومن غلب الرجاء على الخوف بحيث أنه يعني أصبح لا يبالي بشيء ومثل ما يقول بعض العوام الدين بالقلب يشير إلى صدره الدين بالقلب التقوى ها هنا وهي كلمة صحيحة حديث لكن يريد معنى آخر يقصدون يريد أن يسوّغ لنفسه يبرر لنفسه التهتك والوقوع في المعصية ومقارفة الذنب والخطيئة فإذا غلب الرجاء هلك لأنه سيدخل تحت الوعدية الذين لا يعملون وإنما فقط يقولون بأن الله غفور ورحيم ويكفي معرفة الله ويكفي تصديق الله ويكفي كذا فلذلك المسلم يعيش بين هذين مثل الطائر الطائر الآن له جناحان هل في طائر يطير بجناح واحد ما يمكن ما يمكن لطائر يطير بجناح واحد المؤمن مثل الطائر يطير بجناحين خوف ورجاء خوف ورجاء وما يغلب أحدهم مع الآخر إلا عند الموت فإذا جاء في سياق الموت يغلب جانب الرجاء لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وهو يحسن ويظن بالله أدخله الله الجن أدخله الله الجن يعني يرجو رحمة الله عز وجل لأنه في حالة ضعف وفي حالة يعني توديع للدنيا فهنا يحسن الضم بربه لأنه سيقدم على كريم جل وعلا وتقدس فذلك يا عبد العزيز بارك الله فيك أنت حينما تخاف تخاف الخوف الطبيعي ولا تخاف الخوف الذي فيه مبالغة وادعو الله النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله فيقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك طيب هذا هذا من الأدعية التي كان كثيرا ما يقولها النبي عليه الصلاة والسلام أو ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام لكن تزيد عندك جرعة الخوف لا هنا دخلت في منطقة الخطر يا عبد العزيز تنتبه لنفسك بارك الله فيك أبو محمد من عجمان يقول الوالدة من المحافظين على الصلاة وقيام الليل و الوتر و قراءة القرآن يقول مريضة و لزمة الفراش منعها الأطبة من الصيام الآن ما تستطيع الذهاب إلى الوضوء يقول تمر بحالة حزن و تقول لعل هذا ذنب أصابني و يعني تمر بحالة نوع من الاكتئاب و شيء من هذا القبيل أبو محمد بارك الله فيك و بارك الله في الوالدة و أسأل الله تعالى أن يمتعها بالصحة و العافية و أن يبارك لها في عمرها و في عملها أولا أخي الفاضل بالنسبة لي هذه الدنيا دار أعراض و دار أمراض هذه ليست الجنة التي قال الله جل وعلا فيها و كلها دائم و ظلها تلك عقبا الذين اتقوا و عقبا الكافرين النار هذه الدنيا ليست هي الجنة التي قال الله فيها لآدم إن لك فيها أن لا تجوع فيها و لا تعرى و أنك لا تضمأ فيها و لا تضحى هذه الدنيا سمي الدنيا لأنها دنية هذه الدنيا دار أعراض و أمراض و أزمات و مشاكل هذه الدنيا و لذلك الدنيا ما سلمت لأحد ولو سلمت لأحد لسلمت للأنبياء الذين هم صفوة الخلق الأنبياء هم أفضل الخلق و صفوة الخلق ما سلمت لهم الدنيا طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار و مكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار لذلك الله عز وجل قال و لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع و نقص من الأموال والأنفس والثمرات و بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله و إنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم و رحمة و أولئك هم المهتدون هكذا المؤمن يتعامل مع الابتلاءات و المصائب و الأمراض لا يتعامل معها معاملة الإنسان الذي و العياذ بالله ينزع إلى الحزن و الكآبة و يتعطل عن العمل لا و إنما يتعامل مع تعامل العبد مع المالك سبحانه و تعالى مع السيد و هو الله جل و وعلا يتعامل مع هذه الابتلاءات تعامل المخلوق مع الخالق و لذلك يظهر صدق العبد متى في الابتلاءات الناس في العافية كل يقول الحمد لله الناس في العافية راضين عن الله عز وجل سمعت يا أبو محمد واحد في حالة الغنى و الصحة و العافية و الخير و الأمن يقول ساخط عن الله لا الناس راضين عن الله متى يمتحنون؟ يمتحنون في الابتلاءات في الفقر في الأمراض مثلا في الخوف في الفزع هنا يمتحنون فيظهر المؤمن الصادق الذي يقول الحمد لله لأن النبي عليه الصلاة و السلام قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير و ليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له و إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له و لذلك الوالدة بارك الله فيها يعني من أهل الصلاة و أهل قيام الليل و أهل الصيام و أهل القرآن يعني هي الآن في موضع اختبار هي الآن المفترض أنها تقف على قنطرة التسليم و الرضا لله عز وجل فمن ذلك أن تقول إنها لله و إن إليه راجعون الأمر الثاني أن هنا قدوات الأنبياء عليه الصلاة و السلام أيوب عليه الصلاة و السلام مكث في المرض ثمانية عشر عاما حتى يمر عليه الشخص و ما يعرف من هذا من شدة المرض الذي أصابه و مع ذلك ما اشتكى هذا قدوة و أسوة نبينا عليه الصلاة و السلام قال إنا ليضاعف لنا البلاء كما يضاعف لنا الأجر ابتلي صلى الله عليه وسلم ابتلاءات كثيرة و هو سيد الخلق و أشرف الخلق و أفضل من خلق الله صلى الله عليه وسلم و مع ذلك ابتلي في المرض ابتلي بابتلاءات كثيرة و هذه سنة الله عز و جل المسألة الأخرى بالنسبة للعبادات التي كانت تقوم فيها أنا أبشر الوالدة و أقول لها كل عبادة كنت تؤدينها في حال الصحة فالأجر مكتوب كاملا بإذن الله أي عبادة كنت تؤدينها في حال الصحة و الآن عجزت عنها فالأجر كامل بحول الله و هذا فضل الله عز و جل هذا فضل الله و لذلك يقول النبي صلى الله عليه و آله و سلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل الصحيح المقيم قيام الليل اللي كانت تقومه كل مكتوب لها إذا قامت الليل و صلته على ظهرها أو هي جالسة مثلا الصيام اللي كانت تصوم الأثنين و الخميس و الأيام البيض كل مكتوب لماذا لأن منعها مرض فالله عز و جل رحيم و لطيف بعباده سبحانه وتعالى يكتب لها الأجر و الثواب و لذلك لا تدع للشيطان مجالا أن يدخل عليها و يحزنها فهي والله في عافية تدري الوالدة أن يوم القيامة كثير من أهل العافية يتمنون ما عليه الوالدة الآن لماذا لأن يرون أهل الابتلاءات يمشون و ليس عليهم خطيئة ما عليهم ولا ذنب ولا خطيئة فالله عز وجل نقاهم نقاهم و زكاهم يبعثون يوم القيامة ما عليهم خطيئة بسبب هذه الابتلاءات فلا تجمع على نفسها الابتلاء و ذهاب الأجر مثل ما قال علي رضي الله عنه لعدي بن حاتم و قد رآه كئيبا حزينا قال ما هذه الكآبة فقال عدي كيف لا أحزن و فقدت ولدين و ذهبت عيني فقال يا عدي يقول له علي رضي الله عنه قال يا عدي إن القواء و القدر ماض فإذا صبرت أجرت و إذا لم تصبر ذهب الأجر ارضى عن الله عز وجل فلذلك أسأل الله تعالى أن يشرح صدر الوالدة و أن و أسأله جل وعلا أن يبعد عنها كيد الشيطان و أسأله جل وعلا أن يكتب لها الأجر و الحمد لله هي صايمة الآن الإنسان الذي لا يستطيع الصوم و يخرج الكفار صايم و يسمى صايم لأن الله تعالى قال و على الذين يطيقونه فذية طعام مسكين فكأنها صايمة و لها الحمد بل هي صايمة لأن الكفارة هذه في مقابل الصيام بارك الله فيك فضل يا إدريس فضل الشيخ السلام عليكم عليكم السلام رحمة الله عندي سؤال هنا في فرنسا اليوم الأحد يتقدموا سميته ريوز جديد يعني التصويت للرئيس جديد هل يمكن مسلم في هذه الدولة يصوت لأن منهم عدو الدين و عدو الإسلام و منهم متوسطين ماذا يفعل الإنسان في الموضوع هذا لأن ممكن يعني توسع الجواب جوية لأن الناس محتاجين و الناس يتبعوك هنا بزاق في فرنسا وتوسع يعني بسبب تصويت للرئيس الجديد هنا في فرنسا مفهوم والتصويت الزامي يا إدريس التصويت الزامي تصويت يعني كل مدة خمس سنين يعني يبدلوا الرئيس جديد لا لا قصدي الزامي بالنسبة لكم أنتم ملزمين لا ولكن يعني بغينا نحبسو دوك الناس لعدو الإسلام اللي كيتقدموا منهم يعني يمنعوا الحجاب للمرأة المسلمة يسدوا مساجد مثلا بنسبة لذلك شيء يعني أريدنا يعني أن نصوتوا باش نحبسوا هدوك عدو عدو الإسلام أبشر يا إدريس أبشر تسمع الجرح مفهوم يا شيخ بارك الله الله يحي بارك الله وفك من فضلي يا أمينة عليكم السلام عليكم شيف عليكم السلام ورحمة الله أمين مبارك ومتبخي إن شاء الله آمين آمين شيخ من فضلك عندي استثار ومهم جدا أنه ما عنديش فيتعى يعني وقت كتير أنا البرح حصلت شغل في عيادة عيادة أثناء وجيرا حتى جميلية نعم الشغل هذا يا أستاذ هو يعني موظفة استقبال بس يعني أنت عارف يعني موظف موظف يعني شغل تاعي أني نعمل كل شيء يعني أنا يستقبل المرضى أنا اللي نعمل ملساتهم أنا حتى لنأخذ منهم الفلوس نعم أمام يعني حبا نعرف يا أستاذ إذا شرعني جزلي الشغل هذا ولا لا لأنك أنت عارف يا أستاذ يعني العملية التجميلية فيها يعني في أمور شرعية وفي أمور غير شرعية شعالي أمينة حبا نعرف أيضا وسؤال تاني يا شيخ عندي أمي كبيرة في العمر هي حاليا في ثمانينات السنة لفاتت عملت عملية يعني هي طاحت من رجلها عملت عملية حاليا الحمد لله يعني هي تمشي بس تعرج شوية تمام وإحنا من يوم عملت العملية خايفين عليها أن هي تتوضى لأنه أن هي تغسل رجليها حاشك يعني شوية صعب الموضوع خايفين أن هي ترجع تطيح مرة ثانية نعم يعني من يوم هي بس تتيم هي حاليا قادرة تتوضى بس ما تقدرش تغسل رجليها حاشك نعم يعني إذا ممكن تعطينا حال إذا إحنا يعني على صوابنا أنه هي تتيم ولا في حال ثاني أنه هي يعني تتوضى بس رجليها هذه أبشري أمينة مشكور الشيخ طارق الله فيك أربي أهلا وسهلا أهلا وسهلا فضل محمود السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام أحسر الله ليس لأسأل يا شيخ ما عليش فضل محمود يا شيخ السؤال الأول في الصلاة لو كان الشخص طرع الفاتحة سرا في الصلاة الجهرية نعم الساهو قال الفاتحة سرا هل عليه سجود سهو إن شاء الله السؤال الثاني يا شيخ أثناء مضوء نشعر بنزول ماء للحلق يا شيخ أثناء الاستنشاق يا شيخ هل هذا يؤثر على الصيام الاستنشاق آه في الاستنشاق يا شيخ نشعر بنزول ماء للحلق يا شيخ إن شاء الله السؤال الثالث يا شيخ أيوة ألو تفضل يا محمود ألو تفضل يا محمود أسمعك السؤال الثالث يا شيخ لو مر السؤال الثالث يا شيخ لو مر شخص من أمامك وأنت تصلي يا شيخ إيه هل يعيد الصلاة يا شيخ شاء الله يا محمود الله يلحم وليك بارك الله بك وليك طيب أرجع إلى الأسئلة الأخب محمد من أبوظبي يقول بأنه يغسل كيلة ومعظم صلواته يصليها جالسا يقول ما أذهب إلى المسجد لأنه غسيل الكيلة يؤثر على جسمي بشكل كبير ويضعف جسمي أبو محمد بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر والمثوبة وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وأنا أبشرك كما بشرت الأخب محمد بالنسبة لوالدته فيما يتعلق بالابتلاءات أن الله عز وجل يثيب العبد المسلم على هذه الابتلاءات وينقيه من الذنوب والآثام ويعظم له الحسنة ويرفع له الدرجة فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى شوك يشاكها إلا كفر الله عنه بها خطاياه ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله عبدا ابتله وجاء في الحديث ابتلى المرء على قدر دينه على قدر إيمانه ولذلك هذه الابتلاءات والأمراض هذه لو تأملها الإنسان تأملا إيمانيا لعلم بأنها خير لأن الله عز وجل حكيم سبحانه وتعالى ولذلك من ابتلي وصبر واحتسب الأجر وقال إنا لله وإنا إليه راجعون يأتي يوم القيام وليس عليه ذنب ولا خطيئة الأمر الثاني أخوي الفاضل بالنسبة لصلاة الجماعة واجبة على الذكر البالغ فالراجح من قول أهل العلم إلا لعذر إلا لعذر فما دام أنك يشق عليك الذهاب خاصة يعني بعد عملية الغسيل الغسيل الكلوي وتشعر بتعب وإرهاق أو إذا ذهبت تشعر بإعياء شديد وكذا الحمد لله أنت معذور قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من سمع الندى فلم يجب فلا صلاة إلا من عذر إلا من عذر فهذا عذر من العذار فتصلي في البيت لكن أبو محمد إذا استطعت أنك تصلي جماعة في البيت بمثلا زوجتك و بناتك وأولادك طيب حتى الأولاد تأمرهم بالصلاة في المسجد الذكور البالغين صلهم في المسجد فإذا عادوا صلوا معك إذا استطاعوا عندهم وقت في هذا تصلي بهم أنت جماعة من جديد لك فريضة ولهم نافلة أو يصلي حد الأولاد بك مثلا إماما له نافلة ولك فريض هذا مشروع ولله الحمد ودلت النصوص على جوازه ومشروعيته بارك الله فيك أبو محمد إدريس من فرنسا يقول عندنا الأحد القادم تصويت للرئيس الجديد هل يمكن أن نصوت يقول يعني يختلفون هؤلاء ما بين من حيث النظر إلى الإسلام وغير ذلك إدريس بارك الله فيك ورضيه عنك يعني بالنسبة لمثل هذه القضايا أنا لا أحيط بها علما ولذلك أخي الفاضل الأفضل أن ترجعوا إلى المراكز الإسلامية التي عندكم أو مركز الفتوى اللي عندكم يكون أفضل لأنني أنا غير محيط بمثل هذه المسائل فالأصل أن الإنسان المسلم يقيم شرع الله عز وجل فإذا أقام شرع الله في مثل هذه البلاد ومكنا من إقامة الدين ومكنا من كذا هذه نعم من نعم الله قضية أنك تصوت لهذا أو لذاك هذه أحيانا ما تحتاج إلى فتوى يعني الآن تقول أنا عندي شخصين واحد عدو للإسلام واحد لا صديق للإسلام طبيعي هذه ما تحتاج مفتي كما يقولون ولا تحتاج يعني استشارة لكن يعني ما يتعلق بكثير من السياقات حول هذه القضية أنا ما أحيط بها علم ولذلك أرشدك يا أخي إدريس أنك تراجع أهل البلد يعني تراجع من يسكن عندكم من هو أخبر بالحال عندكم وطبعا عندكم مراكز إسلامية معروفة وعندكم لجان فتوى هناك أيضا معروفة فأنا أحيي لك عليهم بارك الله فيك أمينة من دبي تقول البارحة حصلت على شغل في عيادة أسنان وجراحة تجميلية تقول أكون موظفة استقبال يعني ما حكم عملي أنا مجرد موظفة استقبال وأستلم الملفات تقول أعمل ملفات وأستقبل المرضى تقول يعني هذه العيادة فيها بعض الأشياء المحرم ما حكم ذلك أمينة أختبارك الله فيك الأصل في المسلم أن يبحث عن الحرفة والوظيفة والمهنة التي يكتسب منها مالا حلالا محظا خالصا ليس فيه شبه هذا الأصل هذا الأصل ولذلك الله عز وجل أمرنا بالأكل من الطيبات قال جل وعليا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالح قال جل وعليا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناك النبي عليه الصلاة والسلام في باب الأموال دائما يحذر من المشتبهات دائما يحذر من المشتبهات في باب الأموال ويقول عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وإن كان هذا الحديث عام لكن في الغالب أن العلماء يذكرون يذكرون مسائل الأموال أيضا في الحديث الآخر إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن وبينهما مشبهات فمن اتقى الشبوات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبوات وقع في الحرام هذا من حيث الأصل هذه القاعدة العامة الأمر الثاني بالنسبة لي مثل هذه الوظيفة أنت لا تباشرين الأشياء المحرمة ولا المشتبهة أنت مجرد موظفة استقبال من حيث الوظيفة الوظيفة حلال ما فيها شيء من حيث الوظيفة اللي أنت فيها الآن عازمة على التقديم عليها حلال من حيث الأصل لأنك أنت لا تباشرين المحرم بل تنكرينه أو الأشياء اللي ذكرت بأنها خطأ عمليات تجميل محرمة هذا ليس لك علاقة فيها لكن اجعل هذا خيار أخير بمعنى ابحثي عن حرفة مهنة وظيفة عمل ما في أي شيء من الشبه وإذا ما وجدت لا بأس أن تستلمي مثل هذا العمل ولعلك تنصحين أيضا يكون لك دور في نصح صاحبة العيادة بأن تجتنب الأشياء التجميلية المحرمة وتعتني بالأشياء التجميلية المباحة لأن ليس كل عملية تجميل محرمة ما كل عملية تجميل محرمة عملية تجميل المباحة كثيرة فتنصحينها بهذا بارك الله فيك أمينة من دبي تقول والدتها كبيرة في السن تقريبا تقول بأنها عملت عملية في الفخذ تعرج خايفين عليها من حيث الوضوء تقول الآن بدأت تنتقل إلى التيمم لأنها لو رفعت رجلها ممكن تسقط مرة ثانية أمينة بارك الله فيك أولا أسأل الله تعالى أن يعافي الوالدة وأن يكتب أجرها بالنسبة للتيمم ما يلجأ إليه المسلم إلا في حالتين الحالة الأولى فقد الماء بالكلية والحالة الثانية وجود الماء مع العجز عن استعماله بالنسبة لحالة الوالدة ما يشملها الحالتين يعني الصورة التي شرحتيها عن الوالدة ليست داخلة تحت الصورة أما الأولى فالماء موجود وأما الثانية فهي قادرة على استعمال الماء و أنا أعجب حقيقة من كثير من إخواني و أخواتي في مثل هذه المسألة اعتقادهم أن الوضوء لازم يكون عند المغسلة الوضوء لازم يكون عند المغسلة و إذا توضأت عند المغسلة يلزمها تكمل عند المغسلة يعني لو طلعت بره و غسلت رجلها يعتقدون بأنه ما صح وضوءه و هذا فهم مغلوط و تصور خاطئ عن مثل هذه المسألة و لذلك أنت طلبت مني طريقة طريقة سهلة تغسل الوالدة تتوضع عند المغسلة و إذا جاء غسل رجلها في أنواع في منها سمونا الرشاش الماء هذا تغسل رجلها من دون ما تمسح الرشاش الماء قوي تغسل رجلها و هي في النعال كرمكم الله تغسل رجلها اليوم منها ثم اليسرى الحالة الثانية تطلع بره وتجلس على الكرسي و تجيبون لها إناء فيه ماء و تضع رجلها تخضخض رجلها بالماء أو أحد البنات تجي و تغسل رجلها سهلة أو لا سهلة أما تلجأ إلى التيمم علشان والله عشان ما ترفع رجلها لا يا أختي الفاضلة غلط هذا غلط و تيممها باطل التيمم بهذا الصورة باطل لأن الماء موجود و قادر على استعماله قادر على استعمال و يمكن أنتم الآن عندكم يعني عندكم مثلا أكثر من تصرف يمكن غير هذا يعني ممكن أنت يعني أنتم تبتكرون تصرفات كثيرة للوضوء و لا يلزم تتوضع في المغسل حتى لو جبتوله على الكرسي و توضعت و هي جالسة يكون قد توضعت بارك الله فيك يا أمينة نعم فضل أبو علي السلام عليكم و رحمة الله و بركاته عليكم السلام و رحمة الله و بركاته إزاكم الله خير على البرنامج إياك لو سمحت الشيخ الله يبارك فيك في عدنها كبيرة بس أن نعمرها في 80-85 سنة حاليا هي مقعدة سريريا في مستشفى معين وأكلها و شربها كلها عن طريق الأجهزة الإلكترونية اللي في المستشفى نعم حاليا أول رمضان الله يشفيها و يعافيه كل مريض فيها الدنيا نعم فنبأ بس الحكم في موضوع هل هذا عليها كفارة أو لا أو عليها قضاء في حال إن شاء الله بالسلامة تطلع المستشفى و شيء وهي صار لها تقريبا حين فوق السنة أو سنة تقريبا طيب الأطبة يا أبو علي شو قلون عن حالتها الأطبة حاليا غير الأجهزة ما تعيش عقلها معها واعيها هي حاليا لا أبدا لا انتباه ولا شيء كلها عن طريق الأجهزة غيبوبة ها نعم يعني الحركة ما فيه واللهم إذا في حال إن شخص انتبهت عليه بس عن طريق العين فقط لا غير طيب أبشر يا أبو علي الله يبارك فيك الشيخ شكرا جزيلا مرحبا مرحبا أم محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام وبركاته بارك الله فيك في علمك يا شيخ الله حبك إياك آمين يا شيخ سؤال واحد صليت الوتر صلات الوتر وفي التشهد الأخير الوتر أبدن الفجر ما الحكم إن شاء الله بارك الله فيه بزاك الله حبك نرحب من تفضلي أم يوسف أم يوسف من العراق تفضلي سلام عليكم عليكم السلام شيخ عندي سؤالين السؤال الأول سؤال الأول أنا مطلقة ومزوجة يعني بعد طلاقي زودني شخص بس بدون شهود يعني عقد سيد بس بدون شهود يعني شي اسمعي يعني بسور شخص يعني رجل طيب كريم هذا وصالي وياه خمس سنين يعني عقد بدون شهود زواج سر يعني زواج سر يا أملوش لا 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 زواج عالمي والسر تدري بهم بس بس موضاني زواج يعني شيخ بدون شهود أشهرتو الزواج أشهرتو طبعا طبعا كل الناس أهلي وأهله وكل الناس تدري به طيب ليش ما ليش ما جفتوا الشهود يعني نسيتهم لا مو منسينا السيد الشيخ اللي بس زمننا لعقد قال يعني موكر شهود يعني تلوكل شهود يعني شهود تلوكله بأنه تلوكله شهود نعم طيب طيب السؤال الثاني السؤال الثاني إذا مثل واحد يصلي واحد يطب من يما يعني يبطل صلاة يعني مثل سؤال الأخ محمود من ليبيا سألني قبل قليل إن شاء الله بإذن الفصل في المسألة شكرا أخويا بارك الله مرحبا أختي طيب طيب خلصنا من أمينة بارك الله فيها عندي محمود من ليبيا بارك الله فيها يسأل يقول بالنسبة للشخص إذا قرأ سورة الفاتحة سرا في الصلاة الجهرية ماذا عليه محمود بارك الله فيك بالنسبة للجهر بالقراءة في صلاة المغرب والعشاء والفجر سنة فالراجح من أقوال أهل العلم هو قول الجماهير على أنه سنة فمن نسيها أو تركها فلا شيء عليه لا شيء عليه وإن كان بعض الفقه يذهب إلى أنه يستدرسه سجدتين لكن الراجح بأنه ليس عليه شيء فمن قرأ سورة الفاتحة وما بعد الفاتحة سرا في الصلاة الجهرية لا شيء عليه وصلاة الصحيحة ولله الحمد والمن محمود يقول أثناء الوضوء يقول لما أستنشق أشعر بنزول ماء إلى حلقي ما حكم ذلك يا محمود بارك الله فيك طبعا بالنسبة للإستنشاق يبالغ فيه المتوضع إلا في حالة الصيام إلا في حالة الصيام فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث لقيط بن صبرة أنه قال له وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما إلا أن تكون صائما فلا يجوز للصائم أن يبالغ في الاستنشاق بحيث يدخل الماء إلى الخياشيم لأن الأنف مدخل إلى الجوف مدخل إلى الجوف والمبالغ في الاستنشاق وسيلة لوصول الماء إلى المعدة ولذلك الصائم على خطر أما إذا قلت لي لا أنا أستنشق من دون مبالغة من دون أن أوصل الماء إلى الخياشيم يا شيم لكنني أشعر ما معلك شيء هذا شعور يعني قد يكون وسواس أو توهم مثلا لا شيء عليك في هذا أما إذا بالغت في الاستنشاق ثم شعرت بدخول الماء إلى جوفك أفطرت تقضي هذا اليوم واضح محمود فهل بالغت أنت تعمدت المبالغة في الاستنشاق ثم شعرت بأن الماء دخل لجوفك اقضي هذا اليوم تقول لي لا أنا ما بالغت أنا ما بالغت استنشقت ولكني مجرد ما بالغت لكن شعور ما عليك شيء ولله الحمد والمن محمود من ليبيا طبعا والأخت أم يوسف من العراق يعني أجمع الجواب بالنسبة لأن السؤال واحد صورة السؤال واحد وهي يقول محمود لو مر شخص من أمامك هل أعيد الصلاة وكذلك الأخت أم يوسف لو تقول لو مر شخص من أمامك هل أعيد الصلاة إخواني وأخواتي أولا بالنسبة للإنسان إذا جاء يصلي عليها أن يستقبل صلاة وأن يهتم بصلاة وأن لا يصلي كيفما اتفق وإنما يصلي صلاة شرعية على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام القائل صلوا كما رأيتموني أصلي الأمر الثاني النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخذ السترة إذا صلى ما هي السترة؟ شيء مرتفع يصلي إليه حتى من أراد المرور يمر من وراء السترة ويعلم بأن هذا الشخص الواقف يصلي ولذلك السترة أي شيء مرتفع مثل الجدار السارية الكرسي المخدة سرير عدم إذا كان الشخص في البيت مثلا وإذا كان في المسجد يصلي إلى جدار يصلي إلى سارية من سواري المسجد يصلي إلى ظهور الرجال الصف الأول جالسين يصلي ويتخذ لأمامه سترة المسألة الثالثة بالنسبة لحدود المسافة بين المصلي وسترته ثلاثة أذرع هذا هو الذراع هذا يسمى ذراع من هنا إلى هنا ثلاثة أذرع من أصابع القدمين إلى محل السجود فهذا حرم بالنسبة للمصلي حرم ممنوع أحد يمر بينه وبين محل سجوده فإذا كان قد وضع سترة أصاب السنة ولله الحمد والمنة وإذا لم يكن قد وضع سترة فلا يجوز لأحد أن يمر بين يديه سواء كان صغيرا أو كبيرا أو ذكرا أو أنثى ما يجوز لأحد أن يمر بين يديه المسألة الرابعة وهي قضية لو شخص يصلي وأراد أحد أن يمر بين يديه فإنه يمنعه كيف يمنعه الآن أنت يا محمود وأنت يا أم يوسف تصلي هكذا فأراد شخص أن يمر تضعين يدكي ويضع يده محمود هكذا يمنعه فإذا ما استجاب يدفعه لأن هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يفسد عليه صلاة حتى لا يفسد عليه صلاة المسألة الأخرى فيما يتعلق بالمرور من وراء السترة أو المرور من وراء المنطقة اللي أنا سميته حرم للمصلي اللي هي ثلاث أذرع حتى لو ما كان الإنسان وضع سترة هذا لا يقطع الصلاة يعني الآن شخص بعد ثلاث أذرع ونصف يريد أن يمر يمر ما في شيء وليس لك الحق وليس لك الحق أن تمنعه هذا الشخص المار لأنه مر من وراء السترة مر من وراء منطقة السجود بالنسبة للمصلي واضح؟ طيب بالنسبة للذي يقطع الصلاة ورد عن النبي بل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود هذا حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام طبعا عائشة أم المؤمنين أنكرت هذا الحديث وقالت شبهتمونا بالحمير والكلاب طبعا هذه المسائل من حيث القواعد الأصولية هذه العلماء لهم يعني لهم كلام طويل في قضية دلالة الاقتران وفي قضية أيضا الحديث إذا جاء بمثل هذه الصورة وينظر إلى ما ينسخه أو ما يبينه فالحديث ثابت هل هذا الحديث على إطلاقه أن الثلاثة هؤلاء يقطعون الصلاة هذا مسألة خلافية من أهل العلم من ذهب إلى ظاهر الحديث إلى ظاهر الحديث قال يقطع الصلاة هذه الثلاثة ومن أهل العلم من قال لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الكلب الأسود قال شيطان ذكر بأنه شيطان طيب المرأة ثبت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل تقول عائشة كنت أنام معترضة في قبلته فإذا سجد غمزني حتى ترفع رجليها ليصلي ليسجد صلى الله عليه وسلم قال العلماء فدل هذا على أن مرور المرأة لا يقطع الصلاة طيب بالنسبة للحمار حديث ابن عباس أنه أتى على أتان وهي أنثى الحمار ودخل بين الصف دخل بين الصف وترك الإتان وقال فدخلت بين الصف فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر الصحابة بقطع بإعادة الصلاة فيبقى الكلب الأسود هو الذي يقطع هو الذي يقطع الصلاة طيب بالنسبة للرجل إذا مر لا يقطع الصلاة الرجل إذا مر لا يقطع الصلاة طيب الطفل لا يقطع الصلاة مثلا البهيمة ما تقطع الصلاة يعني لو مرت بهيمة ما تقطع الصلاة لكن ينقص الأجر إذا أهمل الإنسان استعمال السترة وأهمل أيضا المنع أنه ما عمل حركته في مصلحة الصلاة وهي منع المار بين يديه منع المار بين يديه ولذلك لو مرت امرأة مثلا فما تقطع الصلاة كملين صلاتك لكن تنتبهين تمنعينها فإذا أهملت المنع نقص من أجل الصلاة أيضا إذا ما اتخذت سترة ما صليتي إلى جدار إلى سارية إلى كرسي يعني سرير مثلا أو وضعتي شيء يدل على أنك مصلية كذلك ينقص الأجر والكلام لك يا محمود من ليبيا بارك الله فيك أبو علي من الفجيرة يقول عندنا امرأة عمرها فوق الثمانين مقعدة سريريا تأكل وتشرب عن طريق الأجهزة يقول بالنسبة لصلاتها ماذا عليها طبعا أبو علي يقول عفوا بالنسبة لصيامها هل عليها كفارة؟ أبو علي طبعا أخبرنا بأن الحرمة هذه الله يعال فيها لها سنة و هي في غيبوبة هل عليها شيء؟ أبو علي بارك الله فيك اللي ظهر لي من صورة السؤال أن هذه المرأة في غيبوبة و أنها يعني مقعدة سريريا و أن الطعام و الشراب يدخل عن طريق هذه الأجهزة إذن هي غير مكلفة الآن هي في غيبوبة فلا تجيب عليها الصلاة و لا يجيب عليها الصيام فحتى لو يعني مثلا قامت إن شاء الله تقوم بالعافية بعد ذلك بعد سنة بعد مثلا أشهر و رجع لها وعيها ما عليها شيء لا تقضي صلوات و لا تقضي الصيام و ليس عليها كفارة لأن في هذه الفترة هي في غيبوبة كما فهمت أنا من سؤالك يعني بمعنى مناط التكليف اللي هو العقل غائب الآن عقلها غير موجود عقلها ليس معها بسبب الحالة المرضية اللي تمر فيها إذا قلت للا هي أصرا تعطى أدوية الآن هي ممكن تستيقظ إذا ما أعطيت الأدوية و هذه موجودة حالات يعني بعض المرضى المنومين سريريا بسبب الأدوية يبقى في غيبوبة هذا لا يقضي إذا استيق إذا مثلا عافها الله عز وجل و كذا يقضي يقضي الصيام اللي عليه إذا كان قادرا و إن لم يكن قادرا ينتقل إلى الإطعام بارك الله فيك و صلى الله تعالى أن يكتب لها الأجر و أن يعافيها أم محمد بن أبو ظبي تقول أنا البارح صليت الوتر تقول و أنا في التشهد الأخير أذن الفجر هل الوتري في وقته؟ الجواب نعم يا أمو محمد بالنسبة لك مدام أنك صليت الوتر استفتحته و ركعته و قمت قبل الأذان و دخل عليك وقت الفجر و أنت في التشهد الأخير فأنت أديت الوتر في وقته و لله الحمد و المنه نعم طيب أم يوسف من العراق بارك الله فيها تقول بأنها مطلقة و تزوجت من شخص آخر و لكن من دون شهود ذكرت بأنه رجل طيب و كذا و بالنسبة للعاقد قال لا أنا وكلوني الشهود أم يوسف بارك الله فيك طبعا أنت ذكرت بأنكم أشهرتم النكاح أشهرتم الزواج و الزواج معلوم فقد فقط قضية الشهود الشهود هذه مسألة حقيقة خلافية بين العلماء الراجح بأن الشهود ليس من أركان العقد لو كان من أركان العقد بطل العقد فهذه يعني الحمد لله أن الشهود ليسوا من أركان العقد و لذلك هو من واجبات العقد من واجبات عقد النكاح فما دام أن النكاح قد أشهر و أعلن و الناس يعرفون بأن أم يوسف تزوجها فلان الحمد لله الزواج صحيح لكن هذا العاقد يبغي له أن يتعلم الأحكام الشرعية و أن لا يعبث بمثل هذه المسائل و قضية والله وكلوه الشهادة ما يتحمل الشهادة هو عن شهداء النكاح هو مجرد عاقد هو يعقد هو يكتب عقد النكاح و إذا قالوا للشهود وكلناك كيف يوكلونه ما يصلح ما يتحمل عن الشاهدين فمستقبلا ينتبه و لا يعبث بمثل هذه الطريقة لأن هذه مسألة حساسة في من العلماء من يذهب إلى أن الشهود في عقد النكاح ركن و يبطل العقد هذا قول و إن كان مرجوحا فأنا قصدي بأن هذا اللي يكتب العقد يتق الله و يتعلم الأحكام الشرعية و لا يعقد إلا بشاهدين و أنا اللي أعرف يا أم يوسف أن المحاكم ما تقبل إلا بشاهدين فواضح بأن يمكن عقدكم خارج المحكمة ممكن لكن الأصل ما يقبل أصل أن العقد الآن الموجود في المحاكم اللي يوثق ما يقبل إلا بشهود عموما الزواج صحيح و العقد صحيح لكن الحمد لله أنكم أهم شيء أشهرتم النكاح بارك الله فيك فضل يا شذا السلام عليكم و رحمة الله و بركاته عليكم السلام و رحمة الله و بركاته شوخي أحنا طبعا أنا آم يعني بشهرة مناعش و قبلها بستة شهر سويت عمليات لأيون يعني و بدلت لخبر أي شذا أعيد لو سمحت أعيد السؤال لو سمحت يعني آم يعني بشهرة مناعش هذا المضاي سويت عمليات لأيون اليسرى و قبلها بستة شهر سويت عمليات لأيون يعني يعني بدلت عدسات و كانت عيني تعبان و كل شو هاك فهسا أنا يعني فراحة من قتلك ذاك اليوم قبل الفترة كان يوم عني خبرتك على قراءة القرآن على السريع و هاي يعني الحمد لله أني فح ختمت مرة بس كل اشتعبت عين الشيخ كل اشتعبت هوايا ومتزم الأذها و قامتوا جعني فالبارحة أنا رحت للدكتور قال لي ما يصبح تقرين بعدها تضغطين عليها قرآن هواي و غلا حتى صامت صومي يعني فترة كركية لازم تفتاحين يعني أينش تعباني و أنا يتكونش متأدا يعني حتى ما أثمت آني اليوم يعني رغم هو قلي له صومي بس أنا أثمت و ده أقلق قرآن بس ده أقلق قرآن قليل يعني مثلا يعني مثلا فتحتين أو ثلاثة أو مثلا جزء باليوم جزءين هينشي يعني ما عرف شنو أترك صومي أبشر يفتشها إن شاء الله إن شاء الله الله يحفظنا وياك من عليك بالشفى والعافية مرحبا أهلا وسهلا أم فهد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بزاك الله خير يا شيخ يا شيخ أنا عندي سؤالين السؤال الأول إن أنا ليومين تنزل علي إفرازات بين البني والأسود بس ما هي دم حيث وما أنا عارسة يعني أصوم وأصلي ولا تعتبر من الحيث متى تنزل عليك يعني خلال اليوم خلال الصيام أنا صايمة يعني لكن الدورة جاءتك الدورة لا هذه بس بدايات بدايات الدورة أيوة فأنا ماني عارسة يعني هل هي تدخل من ضمن الدورة ولا لا إن شاء الله والسؤال الثاني أختي يا شيخ كانت صايمة يوم كامل فبعد الأذان هي تشفت إن فيها يعني دم حيث عارسة هو جاها خلال الصيام ولا بعد ما أفضرت بعد الأذان هي منها عارسة الوقت بالضبط بعد أذان المغرب هي بعد أذان المغرب عارسة بس ما هي عارسة هي يعني موجودة من قبل الأذان ولا من بعد الأذان طيب أبشر يوم فهد جزاك للأخير مرحبا أختي فضل يا محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله شيخ علي سؤال الله يجزيك بخير أهلا من إيطاليا فضل يا أخي أهلا قرام رسول وفك عندي كان الولد الولد يلي الله يحمل يحمل الله يحمل الله ورحمة الله اشترى كان عنده محالين نعم عنده جوج متاجر وشترى متجر آخر ودفتات اللي اشترى سجلوا في اسمي وهذا المتاجر كانت من الزنق والعود والدولة يعني موحد المدة لسنين جاء الدولة وعملت لنا اسمي تعليح صوت لنا محل محل تجاري نعم 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 محل تجاري ودخل المحل تجاري كل شي باسمي جوج باسم الوليد والدك الاشرائيلي ربق باسمي والولدين توفوا رحمة الله وهل ذلك المتجر على مع الورثة او لا خاص لي انا بوحد لكن الوالد لماذا سجله باسمك انت يعني كنت اشتغل معه كنت كان درب في الدراسة ومجي نستغل معك في المتجر ايه علشان انك مقابل الشغل عطاك سجل هذا باسمك يعني ايه مش يزع ما سجلوا على حتى باننا ورهدروي ما كنتشفوا جوز متاجر يسجلتا شيني متاجر شيني متجر هي جوز المتجرين باسم الوالد لكن المتجر الثالث هذا باسمك انت نعم طيب بالنسبة لي يا محمد بالنسبة للراتب هل يوازي قيمة ما هو موجود في المتجر ولا المتجر اكثر من الراتب فيما لو اذا انت اخذت راتبا لا حتى في ذلك الوقت كنت بقى صغير يعني مشي كنت في الطغير نعم صغير طيب ابشري يا محمد هذا هذا يعني استينات والمتاجر يعطينا في استبعينا ان شاء الله يا محمد تسمع الجواب شكرا جزاك الله اهلا وسهلا اياك الله طيب شذا من العراق تقول بانها عملت عملية العام الماضي في عينها اليسر وبعدين عملت عملية اخرى فيما يتعلق بالعدسات تقول بالنسبة لقراءة القرآن انا حريصة على القراءة واقرأ بشكل سريع لكن تقول تأثرت عيناي والطبيب منعني من القراءة ومنعني ايضا من الصيام تقول صمت انا الان لكن القراءة قليلة صفحة صفحتين يا شذا بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك وكتب الله اجرك أختي الفاضلة بارك الله فيك أولا قراءة القرآن ليست بفريضة وليست بحتم وليس بأمر لازم قراءة القرآن من الفضائل قراءة القرآن من السنن المستحبة ولله الحمد فلا يعتقد الإنسان بأن والله قراءة القرآن أمر حتم و واجب و فرض مثل فرض الصلاة لا يختلف قراءة القرآن من الفضائل قراءة القرآن من السنن المستحبة ولله الحمد والمن وهذا نعم من نعم الله عز وجل و لذلك إذا كان الشخص يتأثر بقراءة القرآن مثلا تتأثر عينه بقراءة القرآن يترك القراءة و يقرأ من حفظه أو يستمع مثلا أو يستمع لأن الله تعالى ما أمرنا بأن نضر بأنفسنا و ما في أبدا عبادة عبادة أي عبادة تقول بالإنسان إلى أن يتلف نفسه أو يتلف أعضاه أبدا أبدا ما عندنا شيء من هذا القبيل بل الشريعة تأتي تنقذ الإنسان من المشقة و من الحرج و من الضيق إلى السعة و اليسر و لله الحمد و المن قال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قال جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم إن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى فما في داعي أخت الفاضل أنك ترهيقين نفسك في بعض الطيبين و الطيبات و الخيرين و الخيرات يصير عندهم نوع غيرة يشوفونها ما شاء الله ناس يقرؤوا القرآن يختمون و ناس يصمون ما شاء الله هم غير قادرين هذه الغيرة و نقول محبة أيضا تدفعهم إلى أن يوقعوا أنفسهم في الضرر و ربما يعني ترتب على ذلك مفاسد مفاسد كثيرة فأحيانا النية الصالحة تبلغ بالإنسان ما لا يبلغه صاحب العمل النية الصالحة الصادقة تبلغ بالإنسان ما لا يبلغه العمل أظن اليوم كثرنا من الجواب على مثل هذه المسألة الأخ أبو محمد من عجمان و بقية أبو محمد من أبو ظبي من الفجيرة أيضا ذكرنا بأن أحيانا الله عز وجل يكتب أجر الإنسان الذي قعد عن العمل و العبادة بسبب مرض هو كان يعمل سابقا فأنت أختي الفاضلة شذا حريص على القرآن في الزمن السابق السنة هذه غير قادرة على قراءة القرآن الله يكتب لك الأجر إن شاء الله لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما أيام صحته وأيام إقامته كل ما كان يعمله فإذا منعه مرض أو سفر الله عز وجل يكتب للأجر وهذا فضل الله هذا فضل الله لخزائنه ملأ سبحانه وتعالى أسأل الله تعالى أن يمنع عليك بالشيفة والعافية أُن فهد من السعودية تقول بأنها تنزل عليها إفرازات بنية أو شيء من هذا القبيل خلال الصيام تقول هي بدايات الدورة أختي أُن فهد بارك الله فيك أولا بالنسبة للحيض هو الدم المعروف اللي تعرف النساء والأحكام الشرعية بالنسبة للحائض المترتبة على وجود الدم لأن الله تعالى قال ويسألونك عن المحيض قل هو آذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الأمر الثاني بالنسبة للإفرازات هذه إذا نزلت قبل الدورة بوقت طويل فهذه ليست بشيء هذه إفرازات عادية هذه تتوضى فقط المرأة أما إذا اتصلت بالدورة بوقت قصير يعني مثلا هي تعلم المرأة بأن دورتها غدا يوم السبت دورتها ونزلت عليهم الجمعة إفرازات بشكل كثيف هذه من الدورة هذه من الدورة فالراجح من قول أهل العلم من العلماء من يقول ليست هذه من الدورة لأن الأحكام مترتبة على وجود الدم الصريح المعروف عند النساء لكن يظهر والله أعلم ما دام أنها اتصلت وجدت المرأة أوجاع الدورة ستة أيام ثلاث أيام الأولى دم صريح اليوم الرابع لا بني أصفر إفرازات هذه من الدورة لأن الكدرة والصفرة في زمني العادة حيض فيعود إليها الدم بعد ذلك يعني في الغالب يعود إليها الدم في الغالب فأنت يا أم فهد بارك الله فيك إذا قلت لي بأن دورتي قريبة بكرة هذه جرت العادة في كل شهر واليوم نزلت عليك الإفرازات هذه من الدورة تقول لي لا وين الدورة باقي لها أيام هذه ليست من الإفرازات وخاصة مسألة أوجاع الدورة آلام الظهر وأوجاع الدورة اللي يعرفها النساء بارك الله فيك أم فهد تقول أختها كانت صائمة يوم كامل تقول بعد الأذان اكتشفت أن الدورة نزلت عليها ما تدري هل هذا كان قبل الأذان أو بعد الأذان أخت الفاضلة يعني بالنسبة بالنسبة لحالة أختك إذا قلت لي بأن بعد الأذان اكتشفت بأن الدورة موجودة فمع لها شيء ولله الحمد والمن ويكون قد صامت صوما صحيحا قد صامت صوما صحيحا فما دام أنها ما اكتشفت إلا بعد الأذان فتكون الدورة قد نزلت عليها بعد الأذان إذا حبت أنها يعني تطمئن ويذهب الوسواس من صدرها مثلا تقضي هذا اليوم تقضيه والحمد لله إن كانت قد نزلت الدورة قبل الأذان يكون قضاء وإن كانت الدورة نزلت بعد الأذان يكون صيام سنة لها ولله الحمد والمن محمد من إيطال يقول خلاص خلاص محمد أعتذر منك يا أخوي محمد غدا إن شاء الله في أول البرنامج وأجيب على سؤالك لأن وقت البرنامج انتهى استردعكم الله السلام عليكم